بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في ثاني محاضرات كورس ديجيتال ميديا إثيكس اتكلمنا في الانتروداكشن لكتشر اللي هي المحاضرة الماضية عن الملامح العامة للكورس أو الكورس ديسكريبشن واتعرفنا على أهم المخرجات أو الأوتكامز المنتظرة من دراسة هذا الكورس وكمان اتكلمنا عن أهم التوبيكس اللي هنتعرض لدراستها من خلال هذا المقرر فصل الأول معانا في هذا الكورس وزي ما أشرنا في المحاضرة السابقة يكون بعنوان central issues in the ethics of digital media أو قضايا جوهرية في أخلاقيات الوسائط الرقمية في محاضرتنا اليوم هنتكلم عن أول موضوع ضمن هذا الفصل وهو بعنوان ethical life in the post-digital age أو الحياة الأخلاقية في العصر ما بعد الرقمي أو العصر الرقمي وما بعد الرقمي هنشمل معانا العصرين الرقمي وما يسمى بما بعد الرقمي ومن هذا العنوان هنخرج بثلاث عنوين فرعية وهي أولا الـ digital media والـ analog media اللي هي الوسائط الرقمية والوسائط التناظرية وهنتناول من خلال أو في هذا الإطار أوجه الشبه والاختلاف بين النوعين كمان هنتكلم عن الـ digital media and increased information أو الوسائط الرقمية وكثافة المعلومات وهنتكلم عن digital media as communication media اللي هي الوسائط الرقمية باعتبارها وسائل للتواصل وما يتعلق بمفاهيم التدفق والانتشار والذاتية أو الهوية وطبعا قبل الدخول في تفاصيل هذه الموضوعات هنتكلم بصورة مختصرة وتمهيدية في introduction بسيط كده عن خطورة وأهمية القضايا والمشكلات الأخلاقية اللي بتضعها التقنيات الرقمية على الساحة الإعلامية وبالتحديد الساحة الإعلامية الرقمية بالتأكيد في العالم الحديث هنلاقي أن حياتنا أصبحت بتتشابك بشكل كبير جدا مع ما يسمى أحيانا بالـ digital media أو new media اللي هي الوسائط الجديدة أو الوسائط الرقمية وبيصل الأمر إلى أن بعض العلماء والمحللين بيطلقوا على الأجيال الحالية اسم digital native أو المواطنين الرقميين لأن أغلبهم ولدوا وعاش وتكونت شخصيتهم ونمت ثقافتهم داخل هذا العالم المشبع بالتقنيات والتكنولوجيات لأن هذه الأجيال يعني كل تفاصيل حياتها ارتبطت بالتكنولوجيا ولدوا فوجدوا شبكة الإنترنت متاحة والتليفونات أو الهواتف الزكية أو السمارتفونز بين إيديهم والتلفزيون التفاعلي بيلبي اختياراتهم ومتاح بالنسبة لهم في أي وقت بمعنى أنهم يعني لو نظرنا هنجد أنهم يعني ليس لديهم إدراك للحياة خارج حدود التقنيات الرقمية والتكنولوجيا كل تفاصيل حياتهم بتدار باستخدام التكنولوجيا حتى في أدق التفاصيل لذلك يعني يطلق عليهم البعض زي ما أشرنا Digital Natives وهنا فيه مصطلح أطلقه أحد الفلاسفة وتم استخدامه فيه مشروع اسمه Digital Futures أو المستقبليات الرقمية وهو مشروع تابع للمفوضية الأوروبية مصطلح اسمه On Life يعني المقصود بمصطلح On Life يعني إبراض الحياة بعد ظهور التقنيات الرقمية وانتقال الأفراد للحياة على الإنترنت اللي أصبح من خلال انتقالهم اختلفت حياتهم طبعا عن الحياة قبل ظهور تلك التقنيات واللي كانت حياة بلا يعني اتصال مكسف كما هو متاح في هذه الفترة فبالتالي مع ظهور التقنيات أصبحت الحياة متشابكة ومرتبطة بسلسلة من العلاقات والتقنيات وأصبحت حياة مفتوحة دائما على الإنترنت لذلك أطلق عليها هذا المصطلح اللي هو On Life وكأن الحياة الحياة مفتوحة الاتصال من خلال هذه الحياة متاح طوال الوقت وبإمكان أي شخص أنه يصل لأي معلومة أو أي حتى يعني تفصيلة دقيقة يقدر أنه يصل إليها بمنتهى السهولة وفي أي وقت والملاحظ في هذا الإطار أن استخدام التكنولوجيا في التطورات التقنية هذه أو يعني تغلغلها وانتشارها في الحياة كان سبب رئيسي في بروز وظهور العديد من المشكلات الأخلاقية اللي هي مرتبطة بالوسائط الرقمية وزي ما أشرنا برضو في المحاضرة السابقة اللي منها على سبيل المثال قضايا الخصية وقضايا الملكية الفكرية والصايبر بولينج والاستبداد الرقمي وغيرها من القضايا الأخلاقية اللي كان بظهور شبكة الإنترنت قتاحت الفرصة أو المساحة لسيطارة هذه النوعية من المشكلات وأصبحت بيئة خصبة للاختلافات والثقافات المختلفة إنها تتعاطى من خلال هذه الوسائل وبالتالي كانت فرصة أكبر لتعميق هذه النوعية من المشكلات وتزايد خطورتها يوم بعد يوم يعني مثلا إحنا ممكن على سبيل المثال نسمع كل فترة عن قصص من قبيل إطلاق النار داخل المدارس أو أحد المدارس خاصة طبعا في الدول الأجنبية أو عمليات القتل بين الشباب والمراهقين واللي بيرجعها بعض علماء النفس المتخصصين للعنف اللي بيتعرض له الجيل الجديد من خلال الألعاب أو من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واللي طبعا زي ما احنا عارفين بيكون زي شحنة ومحتاجة أن يتم تفرغها ومحتاجة أنها تلاقي منفذ فبيكون النتيجة لها وقوع حوادث من هذه النوعية كمان هنلاحظ أن شحنات العنف دي مش دايما بتخرج على أرض الواقع وإنما أوقات تانية بتخرج على الديجيتال ميديا أو على الفضاء الإلكتروني هنلاقي مثلا في بعض الأحيان فيه ممارسات يعني للعنف اللفظي أو يعني التحرش الإلكتروني مثلا أو انتهاك الخصوصية أو التهديدات المباشرة الموجهة للبعض وعندنا أمثلة ونماذج في هذا الإطار كثيرة جدا مثلا كان من فترة قصة عن فتاة عمرها 13 عام تعرفت على الشاب أخبارها أن عمره 23 عام وطبعا التعرف ده كان من خلال الشبكة ومن خلال غرف المحادثة الموجودة على الإنترنت وطبعا بعد سلسلة من الرسائل والإيميلز وتطورت العلاقة أصبح الأمر انتقل إلى الواقع طبعا وحصل لقاء مباشر بين الطرفين وتبين للبنت أن الشخص ده عمره 41 عام وأن اسمه غير الاسم اللي هي عرفته به على الشبكة وطبعا كان له ممارسات سابقة في الاعتداء أو الاعتداءات على الأطفال وطبعا كل ده أمور ظهرت بعد ما تعرضت الفتاة للأسف لممارسات غير أخلاقية من قبل هذا الشخص قصة أخرى كمان عن شاب تعرف على فتاة وخرج معها وجها لوجه أكتر من مرة واتضح بعدها أنها كانت بتجذب عليه بهدف أن هي تقترض منه المال من خلال أن هي تخدعه وانتهى الأمر طبعا بأنها سجنت وبعد طبعا ما تعرض الشاب هذا للنصب بسبب أنها ابتزت وابتزاز عاطفي قصة برضو لطبيب نفسي في الخمسينيات وهذا الطبيب انتحل شخصية شاب يعني شابة يعني هو كان بيدعي أنه شابة معاقة على شبكة الانترنت كان بيرسل رسائل إلكترونية بريد إلكتروني لمجموعة من السيدات وطبعا تم اكتشاف هذا الأمر الغريب في هذه القضية أن مع انكشاف أمر هذا الشخص بعض السيدات كانت حزينة لأنها فقدت هذه العلاقة رغم أن هذه الشخصية طبعا أنها شخصية غير حقيقية وشخصية وهمية فكل دي يعني نمازج لممارسات تغيير أخلاقية بيتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة الانترنت وتطورات التكنولوجية في يعني تنفيذها وبتظهر لنا مدى يعني عدم موجود الأطر الأخلاقية أو الدوابط الأخلاقية أو تفعيل هذه الدوابط الأخلاقية على أرض الواقع يعني ممكن يكون لي أثار سلبية بصورة كبيرة على الأقل حتى عدم انتشار الوعي ما بين المستخدمين ممكن يكون لي يكون سبب في انحرافات أخلاقية عديدة أو تعرض البعض لمشكلات ضخمة وكبيرة النتيجة لعدم الوعي بخطورة التعامل مع الوسائل الإعلامية من غير يعني فهم تام لتفاصيلها وأبعادها وكيفية تحقيق السلامة في تعاملنا من خلال هذه الوسائل إذن الملاحظ أن القضايا الأخلاقية من هذه النوعية من المشكلات واللي بتتسم بالحساسية أو بنسميها critical هي قضايا شديدة الأهمية والخطورة يعني ومن المتوقع أن هذه النوعية من المشكلات تزداد تعقيداً وإلحاحاً مع استمرار البيئة الرقمية في التوسع والتطوع ويمكن الأمر الأكثر وضوحاً في موضع الإتاحة يعني أن هو متاح طوال الوقت بمعنى أنها تصبح خارجة عن سيطرتنا بعيد عن رقبتنا من السهل أو من الممكن أن يتم اختراقها والوصول إليها وده طبعاً أمر في شدة الخطورة والحساسية وحقيقة يعني مرعبة في كثير من الأحيان خاصة في الدول والبيئات اللي لا تتوفر فيها عوامل ما نسميه بالأمان الرقمي أو يعني انتشار الوعي والثقافة بتحقيق الأمان الرقمي ويعني من ضمن الحاجات الملفتة أن بعض العلماء بيروا أن التطورات التقنية في العالم الرقمي يعني في طريقها لإحداث تغيرات جوهرية في خريطة الحقوق الفردية والجماعية يعني بمعنى أنهم بيتوقعوا أنه مع مرور الوقت تنتهي القوانين والقواعد الدولية اللي بتنظم الحقوق المختلفة من أهمها مثلاً أو يعني الحق في أن شخصي يعبر عن رأيه ومتوقعين أن تحل محلها قوانين جديدة بتدعم الديمقراطيات الحديثة وبتدافع عن الحرية الفردية ويكون مبادئها الأساسية العدالة والإنصاف والمساواة والحقوق بما في ذلك طبعاً الحقوق اللي ذكرناها ويعني بس طبعاً بصورة مختلفة وبصورة يتم تكييفها بما يتلائم ويتناسب مع البيئات الرقمية الجديدة والتطورات التقنية الجديدة وبالأخص يعني في العصور اللي هي طبعاً مستقبلاً إحنا التطورات التقنية دي بتتغير طوال الوقت ومن الوارد أن ما نحياه في اليوم الحالي غداً يختلف وتظهر تقنيات مختلفة وتطورات ممكن إحنا لا نملك السيطرة عليها ولكن على الأقل نحاول أنها نضع أطر عامة تقدر أنها تنظم الملامح العامة لهذه البيئة ويتم إضافة ما يستجد عليها ضمن الاهتمامات القادمة وإنما عدم تركها بشكل غير منظم بحجة أنها صعب السيطرة عليها ده أمر في شدة الخطور إذن خلونا نتفق أن كل من يستخدم التقنيات الرقمية بتواجهه في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من القضايا الأخلاقية زي ما احنا ذكرناهم وقشرنا إلى بعض هذه القضايا وخطورة التعرض لها وطبعا التعرض لهذه القضايا الأخلاقية بيسبب داخلنا حيرة ونوع من النقاش الداخلي مع معيرنا والقيم اللي نشأنا عليها ومبادئنا الأخلاقية وبالتالي بيضعنا أمام خيارات عديدة وبدائل مختلفة ومتنوعة من هذه الخيارات يمكن إحنا في هذه المرحلة بنكون في حاجة يعني إلى الاستعانة بمتخصصين مثلا علماء كومبيوتر أو مصممي البيانات واللي بيتعاملوا مع التكنولوجيا اللي هم المتخصصين في هذه الأمور يمكن هما يكون ليهم وجهة نظر أو قدرة على تبصيرات الأفراد والمجتمعات المختلفة بتعامل مع المشكلات الأخلاقية اللي هي ممكن تكون على مساس بالتقنيات الخلاصة أن الحياة في العصر الرقمي وما بعده أو اللي بنسميها بوست ديجيتال بتعني أننا بنواجه قضايا أخلاقية خلافية وهذه القضايا الأخلاقية الخلافية بتظهر وتتمحور على السطح بسبب ظهور وتطور الأدوات التكنولوجية والتقنيات الرقمية بالتالي من واجبنا أن احنا نبدأ بفحص بعض الخصائص المهمة للوسائط الرقمية بعناية أكتر وبمزيد من التدقيق والتفصيل جنبا إلى جنب مع القضايا الأخلاقية الخلافية واللي بتصيرها لنا هذه الخصائص على الأغلب إذن هننتقل للحديث عن الحياة الأخلاقية في العصر الرقمي وما بعد الرقمي اللي هي ومن خلال تعرضنا لهذا الموضوع زي ما أشرنا فيما سبق هنتكلم عن ثلاث موضوعات فرعية واللي أشرنا إليها برضو في مقدمة هذه المحاضرة واللي هي متعلقة أولا موضوع متعلق بالديجيتال ميديا والانالوج ميديا اللي هي الوسائط الرقمية والوسائط التناظرية وهنتناول في إطارها أوجه الشبه والاختلاف موضوع تاني عن ديجيتال ميديا أو الوسائط الرقمية وكسافة المعلومات كذلك موضوع عن ديجيتال ميديا التي هي الوسائط الرقمية كوسائل للاتصال وما يرتبط بها من مفاهيم زي التدفق والانتشار والذاتية عن الوسائط الرقمية والوسائط التناظرية أو الانالوج ميديا هنركز في عرضنا على أوجه الشبه والاختلافات بين النوعين وهنا هنأكد أن تماشيا مع أهمية الديجيتال ميديا المتزايدة في حياتنا أصبحت هي موضع لمجموعة من التحليلات والتفسيرات والدراسات المتنمية وبصورة مستمرة في العديد من التخصصات في الوقت نفسه وبصورة متوازية بمعنى أن تخصصات عديدة ومختلفة مهتمة بدراسة الديجيتال ميديا يعني من أبعاد مختلفة بمعنى أن الوسائط الرقمية وكل القضايا المحورية المرتبطة بيها سواء كانت مرتبطة بمجال الإعلام أو بغيره أصبحت محل اهتمام ودراسة نظرا لحداثة الموضوعات ونظرا لارتباطها بحياة الأفراد والجماعات في السنوات الأخيرة وبصورة طاغية وكثيفة وعلى النطاق واسع هناك افتراض يعني بنسميه يعني متفائل إلى حد كبير هذا الافتراض بيؤكد أن التقنيات الجديدة من المفترض أنها هتجعل الحياة أفضل من نواحك مختلفة سواء بالنسبة يعني سواء يعني إحنا كنا ما يسمى بالساتسفايد كونسيومرز أو اللي هم المستهلكين الراضيين أو عندهم متحقق لديهم حالة من الرضا نتيجة لوجود وسائل بنسميها وسائل راحة بتوفرها هذه التقنيات فبالتالي هم يعني يشعروا بالرضا أو كنا ما يسمى بالديجيتال سيتزنز أو المواطنين الرقميين اللي هم يعني بيتزايدوا يوم بعد يوم واللي بتحقق لهم الشبكة يعني مساحة أساسية للحياة وبيعيشوا من خلالها ومن خلال استخدام الوسائط الإعلامية والوسائل الرقمية المتعددة يعني وهذا الافتراض يعني ممكن بيدينا كمان مؤشرات يعني غير يعني هو مسترد أن هو فيه بعد متفائل ولكن على الجانب الآخر فيه بعض التطورات اللي ممكن نسميها قاتمة يعني بتصير داخلنا مجموعة من التخوفات من التغيرات اللي ممكن تصيب الحياة وتصيب الأفراد مع تعمق ها الأنماط المختلفة للتعامل مع التقنيات الجديدة فمثلا يعني في الوقت نفسه ومع يعني وجود هذه التوجهات المتفائلة اللي احنا أشرنا إليها في المقابل يعني فيه التوجه يعني بيتبنى ما نسميه بالمعارضين للتكنولوجيا على سبيل المثال أحد أبرز هؤلاء المعارضين هو المبرمج اللي ابتكر اللي هو اللايك على الفيسبوك اللي طور الموقع بتاع الفيسبوك وأضاف إليه خاصية اللايك أو الإعجاب واسمه جاستن روزنشاين ده هنلاقي إن هذا الشخص هو بعد ما ابتكر ميزة الإعجاب على موقع الفيسبوك عام 2007 يعني منكم اللي متابع هيجد إن هذا الشخص صرح بعدها إنه أصبح يخاف من الأثار النفسية السلبية اللي تسببها يعني تطبيق استخدام هذا الأمر على الأفراد في جميع أنحاء العالم يعني هو تصور إنه بعد يعني وجود مثل هذه الخاصية من الممكن إنه يكون لها أثار نفسية سلبية على الأشخاص وإن هي يعني تسبب انتشار حالة من القلق وبيقال إن هذا الشخص المهندس جوستن هذا منع نفسه من استعمال بعض التطبيقات أو تطبيقات السوشيال ميديا منها السناب شات وإن هو بيستعمل الفيسبوك ولكن لمدة محدودة جدا وصل كمان الأمر إنه لما عند شراءه لهاتف جديد طلب من المساعد الخاص بي حذف الميزة اللي هي متعلقة بالتحميل التطبيقات الجديدة يعني هذا الأمر بيظهر لنا يعني كيف أن تطورات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون لها أبعاد أضخم مما نتصور وممكن تكون دوام التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الحديثة وتطورات التكنولوجية في إطار الوسائل الإعلامية المختلفة ممكن ممكن تكون لها تأثيرات سلبية عديدة على مستويات مختلفة وهذا يعني بيصير العديد من التساؤلات وبيضعنا أمام قضايا أخلاقية هامة تحتاج إلى إيجاد حلول لها أو وضع أطر مناسبة قادرة على ضبطها وتنظيمها يعني يمكن في هذا الصدد في العديد من الدراسات اللي أكدت النتائج الخاصة بيها أنه كلما زاد أو الوقت اللي بيقضيه الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي كلما زاد احتمال إصابتهم بالاكتئاب يعني بالإضافة أنها هذه التطبيقات يعني بتحد من قدرة الأشخاص على التركيز ومن المحتمل أيضا أنها تكون سبب في انخفاض معدل الزكاء كلها طبعا تأثيرات سلبية خطيرة يعني مرتبطة بتعاملنا مع هذه الوسائل وكيفية يعني ضبطها وكيفية وضع حدود لتعاملاتنا معاها طيب إحنا هنا بنتكلم عن طيب إحنا كلمة ديجيتال فهمناها إيه المقصود من أو ما بعد الرقمية ما بعد الرقمية ببساطة وبطريقة مختصرة إن الحياة بعد استقرار التقنيات الرقمية والاعتياد عليها أو التعامل معاها بوعي وبقدر من المسئولية كل هذا بنسميه بوست ديجيتال أو ما بعد الرقمية إذن البوست ديجيتال أو ما بعد الرقمية يعني هي لا تعني أنتي ديجيتال أو مكافحة الرقمية وإنما بنشير من خلالها إلى التحول الأوسع من التركيز الحصري على فكرة الديجيتال ويعني الفكرة الديجيتال دي اللي هي بتستبعد في المقابل فكرة الأنالوج أو الأنالوج ميديا لا بوست ديجيتال بتحاول إنها توجد نوع من التوازن بين الاتنين بين الديجيتال ميديا والبوست سوري والأنالوج ميديا يعني هي بتبحث عن نوع من التوازن أكثر دقة واعتراف بدور وأهمية كل نوع من هذه الأنواع في حياتنا بمعنى أنها مرحلة هيتحقق من خلالها الوعي بأهمية ودور كل من الديجيتال والأنالوج في الوقت نفسه بتمثل الوسائط الرقمية يعني نوع من الاستمرارية للأشكال السابقة للاتصال التناظري أو اللي هو الأنالوج بحيث إنها تشمل يعني ما يسمى بالوسائل اللي هي الأنالوج أو التناظرية بتشمل الكتب والمجلات والصحف الوسائل اللي هي اللي احنا التقليدية المتعرف عليها واللي بنسميها بالمطبوعة على سبيل المثال طبعا وسائل الإعلام والصحف والراديو والتلفزيون هذا إلى جانب الوسائط التقنية المستحدثة وبالتالي هنا فيه عندنا سؤال مهم بيقول لنا السؤال اللي هي بمعنى هل بتقدم لنا الوسائط الرقمية أنواع جديدة يعني ومختلفة جذريا من المشكلات الأخلاقية اللي بتتطلب بالتالي مناهج أخلاقية جديدة تماما يعني الوسائط الرقمية بتضعنا أمام معضلات أخلاقية في حاجة إلى مناهج أخلاقية تماما مختلفة عن ما سبق أو عن المناهج المستخدمة مع الوسائل التقليدية وده وده طبعا يعني سؤال في غاية الأهمية من خلال يعني وضعه أمامنا بصورة مستمرة وغيره من التساؤلات اللي بتدور حول نفس القضية المتعلقة بالمشكلات الأخلاقية ووقوعها بين وسائل الإعلام الرقمية ووسائل الإعلام التقليدية أو اللي بنسميها تناظرية من خلال وضع هذه الأسئلة ومحاولة البحث عن حلول لها ممكن نخرج بآليات وطرق تساعدنا على حل المعضلات الأخلاقية في مجال الإعلام الرقمي وهنا هننتقل للحديث عن ثلاث خصائص هامة للحياة الأخلاقية الرقمية وما بعد الرقمية واللي إحنا أشرنا إليها فيما سبق وحددنا أهم هذه النقاط فيما يتعلق بالوسائط الرقمية والتناظرية وأوجه الشبه والاختلاف بينها والوسائط الرقمية وكسافة المعلومات والوسائط الرقمية كوسائل للاتصال أو يعني كطرق للاتصال وما يتعلق بها من مفاهيم التضفق والانتشار والذاتية والهوية تعالوا إذن ننتقل للكلام عن أول خاصية في هذا الإطار وهي أوجه الشبه والاختلاف بين الديجيتال ميديا والانالوج ميديا من خلال يعني التعرف على المقاربات والاختلافات بين النوعين بداية خلونا نفرق بين طريقة عمل الوسائط الرقمية والوسائط التناظرية يمكن الوسائط الرقمية بتشتغل عن طريق يعني طريقة بنسميها ترانسفورمينج أو تحويل المعلومات الموجودة بتحولها إلى عناصر معلوماتية أساسية بيترجمها أو بتترجمها أجهزة الكمبيوتر والشبكات الإلكترونية من خلال استخدام رموز ثنائية معينة بتتعرف عليها الأجهزة ويتم ترجمتها لأشكال متدولة يعني هي أمور تقنية أكتر إحنا مش في مجال إن إحنا نوضحها بصورة دقيقة ولكن على النقيد من الوسائط الرقمية في الوسائط التناظرية واللي بتعتمد على يعني تخزين وتسهيل الوصول إلى المعلومات من خلال إنتاج مواد بصورة مادية معينة وهي ليست أصلية يعني لما إحنا منعمل نسخ منها فهي ليست أصلية وإنما هي متشبهة بشكل كبير جدا ليست طبق الأصل يمكن يكون فيها بعض الاختلافات البسيطة ولكن هي متقربة وارد إن يكون فيها بعض الاختلافات بالتالي إن الوسائط الرقمية اللي فيها نوع شوية من الدقة فيما يتعلق بنقل المعلومة اللي بتفتقر إليها طبعا الوسائط اللي هي الأنالوج ميديا ودي من أهم الاختلافات اللي ممكن نجدها بين النوعين على سبيل المثال مثلا الأجهزة اللي هي بتستخدم لتسجيل الموسيقى مثلا بتشتغل إزاي هي بتعتمد على ترجمة اهتزازات الصوت الأصلي إلى معلومات مخزنة مغناطسيا بتتوافق مع درجات وأحجام يعني الأصوات بشكل معين وبيتم كتابتها على شريط بيمر بواسطة رأس تسجيل بسرعة معينة ويتم تحويل نظائر الصوت الأصلي هذه بدورها إلى نظائر أخرى ويتم نقشها ميكانيكيا بحيث أنها تتوافق مع الترددات العالية والمنخفضة وأحجام الصوت الأصلي ويتم بعد ذلك ترجمة هذه الاختلافات الفيزيائية بواسطة إبرت اللي هي بنسميها إبرة الفونغراف إلى نبضات إلكترونية بتحاكي الاختلافات الأصلية للصوت وأخيرا بيتم تحويل هذه النبضات إلى صوت مرة أخرى بواسطة مضخم أو مكبر الصوت كنسخة من الأصل واللي هي من الناحية المثالية هي أقرب ما يكون إلى الأصل ويمكن البعض بيثير دوما قضية إن الوسائط التناظرية هي يعني وسائط ذات مستوى دقة أقل زي ما أشرنا وإن الوسائط الرقمية هي الأكثر حرفية ودقة وإنما علينا هنا الحذر من هذه الفكرة لأن يعني ببساطة كل نوع من هذه الأنواع لمزاياه وليه عيوبه الوسائط التقنية اللي هي الرقمية ليها طبعا العديد من المزايا ولكن في المقابل أكيد ليها عيوب الوسائط التناظرية والأنالوج ميديا ليها مزايا وفي المقابل ليها كمان مجموعة من العيوب ومن المؤكد أن هذه الفروق اللي أشرنا إليها بين الوسائط الرقمية والوسائط التناظرية هي ليست إلا جانب واحد من جوانب الاختلافات بين الشكلين وفي بعض وجهات النظر اللي بتؤكد أنه مهما تغيرت التقنيات أو الوسائط الخاصة بنا واللي احنا بنستخدمها في حياتنا في السنين الأخيرة ففي النهاية إحنا كأشخاص لم نتغير لنا نفس العيون ولنا ونسمع بنفس الأزان ولنا نفس الأصوات والبعض بيشير إلى إن إحنا في حقيقة الأمر يعني يعني كائنات حية بتعمل بشكل تناظري يعني إحنا كأشخاص إحنا بنولد ونستقبل المعلومة بصورة تناظرية ودي حقيقة طبعا يعني لا يمكن يعني أنها تتغير ولا يمكن الاختلاف يعني في فحواها إحنا كأشخاص لن نتشابه مع الوسائل الرقمية وإنما قد يعني تكون لنا بعض استمات المتشابهة مع الأنالوج ميديا أو الوسائط التناظرية بالتالي الرموز الرقمية اللي بتمر بين جهازين كمبيوتر مثلا أو السمارت فون سواء يعني مثلا في شكل مكالمة على السكاي بي أو يعني استخدام للشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك أو من خلال مثلا مكالمات هاتفية هي الرموز دي بتبدأ وتنتهي لمستخدميها اللي هما البشريين بتنتهي وتبدأ في صورة تناظرية وبالتالي الظهور الرقمية أو الديجيتال باختصار لا يعني النهاية السريعة والكاملة لمفهوم الأنالوج ميديا هما الاثنين متواجدين وبنستخدمهم وبيكملوا بعضهم البعض التقنيات الرقمية بتساعد الأنالوج ميديا وبتؤهلها للوصول إلى قاعدة أكبر من البشر ومن التعاملات في اتجاهات مختلفة وفي وصائط مختلفة ولوصول إلى قاعدة أكبر وعلى الجانب الأخلاقي هنلاقي إن التحديات الأخلاقية للوسائط الرقمية يعني بتضعنا أمام اختيار ما بين إن احنا نبحث عن أطر أخلاقية جديدة تماما وفي المقابل إن احنا نطور الأطر الأخلاقية القائمة بالفعل واللي موجودة في حياتنا بصورة واضحة واللي احنا بنعتمد عليها واللي كانت فيما قبل بيتم استخدامها مع الوسائط أو الانالوج ميديا أو وسائل الإعلام التقليدية وبناء على يعني هذا التوجه بيشير إلى أن ارتباط يعني هذه تحديات الأخلاقية بين إحنا ككائنات في النهاية بنعمل بصورة تنظرية زي ما أشرنا هذا الأمر يخلينا نتوقف ونؤكد إن ظهور الوسائط الرقمية لا يتطلب مننا إن احنا نتخلص من جميع الأفكار والأراء الأخلاقية السابق وإن احنا نحاول أن نبدأ بطريقة جديدة ومن البداية لا وإنما المطلوب إن احنا يعني يعني نكمل المسير في دعم الأطر الأخلاقية الموجودة بالفعل واللي احنا يعني نشأن عليها ونكيفها ونعدلها ونضيف إليها طبعا أو إن احنا نستسني منها الأشياء اللي أصبحت غير مناسبة ونضيف إليها الاحتياجات الجديدة والأطر الجديدة اللي هي قادرة إنها تنظم الجديد أو التقنيات الجديدة وتتكامل مع التقنيات السابقة أو اللي كانت موجودة في مقاب أو تطورت بصورة أو بأخرى إلى الشكل الحالي بالتالي هي نوع يعني أو إحنا في حاجة إلى ما يعني يجعل هناك تكامل بين الأطر الأخلاقية المستخدمة مع الوسائط التنظرية أو الأنالوج ميديا والأطر الأخلاقية اللي هي تم بناءها بالاعتماد على الطبيعة الخاصة للوسائط الرقمية أو الديجيتال ميديا نوع من التواصل بين الشكلين وتنظيم العمل من خلال يعني وضع الاتنين في حزبانا لأن وجود شكل منهم أو نوع منهم لا يلغي وجود الآخر ولا يمكن أن نستثني الوسائط التنظرية ولا يمكن أن نبني أطر أخلاقية خاصة بالأطر بال الوسائط الرقمية وحدها أو الديجيتال ميديا وحدها وإنما هذه هتكمل الأخرى أو تسير في نفس الطريق اللي بدأته الوسائط التنظرية يعني وده يمكن هيؤكد نقطة مهمة جدا وهي أن الأخلاق أو مفهوم الأخلاق يعني لا يختلف أو القواعد الأخلاقية الأساسية هي يعني أمور يعني من الصعب أنها تختلف من زمن إلى آخر بمعنى أن إحنا كمستهلكين لوسائل الإعلام المختلفة ومتعاملين معاها إحنا بنطمح في أن الوسيلة الإعلامية تقدم لنا المعلومة الحقيقية الدقيق الشاملة الموضوعية اللي بتتمتع بالصدق كلها أمور أساسية لا يمكن لا يمكن أن إحنا يعني نبدلها أو نغيرها مع اختلاف الوسيلة يعني لو إحنا تلقينا المعلومات من خلال صحيفة إلكترونية هل هيختلف الأمر إذا إحنا تلقناها من خلال وسيلة يعني وسيلة إعلامية تقليدية أو صحيفة ورقية لا القواعد يعني الأسس الأساسية هذه لا تختلف والقواعد المنظمة اللي هو الخطوط العريضة للعمل الأخلاقي لا يمكن أنها يعني يختلف من وسيط إلى آخر بالتالي وبناء على ذلك فإحنا في حاجة إلى استكمال فقط لهذه الأطر بمعنى أنه في حاجة أنه يعني النقاط التي لا تغطيها هذه الجوانب الأطر الأخلاقية والخطوط العامة لهذه الأطر الأخلاقية إحنا فقط في حاجة إلى أن نضيف ما يتعامل مع السمات الخاصة لوسائل الإعلام الرقمية أو المنصات الرقمية اللي بتستخدم في الإطار الإعلامي يعني هو نوع من تكملة أو استكمال يعني لما هو قائم بالفعل من أخلاقية يعني على العكس أو يعني زي ما إحنا أكدنا هنرى إن العديد من الأمثلة على كيف إن الأشكال القديمة للإثيكال أو التفكير الأخلاقي إنه مهما تحولت التطبيقات إلى الوسائط الرقمية فإحنا غالبا في حاجة إلى مساعدة الوسائط التقليدية القديمة فيما يسمى بال يعني تحليل للإثيكال أو للمشكلات الأخلاقية المعاصرة وإيجاد حلول لها أو البحث عن أطر أخلاقية يعني تناسبها وبالتالي فإن عملية يعني صياغة أطر أخلاقية جديدة تماما هو أمر غير صائب وأمر يعني مش أساسي ومش هيكون فيه الحل المرجو وإنما علينا إن إحنا نستكمل المسير في نفس الطريق اللي بتسير فيه أخلاقيات الإعلام التقليدي وإن إحنا نستفيد من التجارب السابقة في المجال الإعلامي هننتقل للحديث عن الخاصية التانية من خصائص الحياة الأخلاقية وهي خاصية بعنوان Digital Media and Grace Information اللي هي بنعني بيها الوسائط الرقمية وكسافة المعلومات السمة التانية للوسائط الرقمية هي إن المعلومات الرقمية بتتمتع بالكسافة في باحث اسمه جيمس مور أشار إلى أن المعلومات المحوسبة أو اللي هي computerized بتتمتع بالكسافة بمعنى إنها بتكون في حالة من التضفق بكثرة يعني إنها بتتحرك easily وquickly بشكل سريع إلى العديد من الوسائط ومنافذ الاتصال بطريقة آلية وبصورة تقنية غير مسبوقة يعني على سبيل المثال أي شخص آلية قام بالضغط على الزر اللي هو مفتاح post أنه هيعمل نشر المعلومة معينة على صفحته الخاصة في السوشيال ميديا هنلاقي هنلاقي إن المعلومة اللي تم تحدثها أو المنشور اللي تم نشره في لحظة بينتشر بصورة كبيرة جدا وبيصل إلى الجميع في نفس الوقت اللي قام خلاله هذا الشخص بمجرد الضغط على زر أو مفتاح post أو اللي هو الخاصة بالنشر وبالتالي المعلومات في شكلها رقمي يمكن إنها تنتشر بشكل فوري وعالمي سواء إحنا أردنا هذا أو لم نرد يعني على سبيل المثال وعلى المستوى الأخلاقي هذا التضفق الهائل في المعلومات وزي ما أشرنا قبل كده برضو هو الاستخدام التقنيات الرقمية أو وجود التقنيات الرقمية سهل للأسف العديد من الممارسات غير الأخلاقية اللي ممكن تحدث اعتمادا على هذه الوصائط مثلا تحميل صور أو مقاطع فيديو غير أخلاقية أو غير مناسبة أصبح وجود وسائل الإعلام أو وسائل الإعلامية الرقمية أو شبكة الإنترنت يعني سهلت بصورة كبيرة أن الشخص ممكن يصل إلى محتويات غير أخلاقية كمان أن بيتم أحيانا التلاعب بالصور وده ينتج عنه العديد والعديد من المشكلات الأخلاقية والممارسات غير الأخلاقية والتضليل ونشر معلومات غير دقيقة وعديد من المشكلات والمعضلات اللي احنا بنقف أمامها وأن أصبحت للأسف موجودة بكسرها نتيجة زي ما احنا أشرنا إلى وجود الوسائل التقنية اللي بتسهل للأسف يعني أن يتم استخدامها بصورة كثيفة ومن خلالها بيتم يعني وجود ممارسات غير أخلاقية مبنية على وجود هذه الوسائل والاعتماد على هذه الوسائل وفي نفس الوقت يعني أن هذه الوسائل أيضا بتسهل نشر ما تم التلاعب به أو ما تم يعني سيعطو من معلومات غير دقيقة وبالتالي في كذا يعني كذا اتجاه للممارسات غير الأخلاقية من خلال الاعتماد على تقنيات الديجيتال ميديا أو التطورات الموجودة في الساحة الإعلامية أو في الوسائل الرقمية عموما بما فيها طبعا الإعلام الرقم لأن ببساطة الوسائل الرقمية أو الديجيتال ميديا هي في النهاية وسائل الإعلامية بتمنح المستخدم يعني سهولة انتقال المعلومة بين طرفين يعني على عكس طبعا وسائل الإعلام التقليدية اللي كانت بتتحرك في اتجاه واحد يعني شخص يعني أو الوسيلة الإعلامية بتبث المحتوى أو المضمون سواء كانت صحف مثلا مضوعة أو مثلا قنوات تلفزيونية أو إزاعية بتنشر المحتوى في اتجاه واحد ما فيش طرف آخر بيتجاوب معاها أو راجع الصدى زي ما احنا عارفين في مجال الإعلام راجع الصدى في هذا الإطار محدود جدا على عكس طبعا الوسائط الرقمية اللي بتتيح اتصال بين طرفين وبالتالي يعني أصبح انتشار مثلا المعلومات غير الحقيقية أو تدولها بين الأفراد يعني أصبح فيه نوع من السهولة أصبح أنا ممكن تصلني معلومة تصلني صورة أو مقطع فيديو معين أنشره أبعثه المعارفي أبعثه الأصدقائي يعني من خلال وسائل مختلفة زي ما احنا عارفين طبعا يعني وسائل رقمية وإيميلات ورسائل من خلال الواتساب على سبيل المثال تليجرام سنابشات كل دي وسائل بيتم من خلالها التواصل بين الأفراد وبتندرج معانا ضمن الوسائل الإعلام الرقمية وبتصير العديد من المساحات الأخلاقية زي ما احنا أشارنا وزي ما احنا بنؤكد طوال الوقت وبالتالي فإن يعني التوزيع شبه الفوري وربما العالمي للمعلومات الرقمية بيثير عندنا قضايا أخلاقية خطيرة على سبيل مثل مثلا القضايا اللي هي الخصوصية أو يعني من الصعب نسبيا ان احنا يتم التقاط معلومات أو الوصول إلى معلومات عن شخص ما وتناقلها من خلال الوسائط التقليدية لكن الوسائط الرقمية أتحت للأسف هذا الأمر ويعني أصبح الاعتداء على الخصوصية وإمكانية تعرض الأفراد للاختراق أمر وارد الحدوث مع وجود التطورات التقنية في هذا المجال يعني بدءا من الكمبيوتر داتا بيز أو قواعد البيانات الموجودة على الكمبيوتر واللي بيتم تخزينها والوصول إليها بصورة سهلة إلى المجموعة الموجودة على شبكة الانترنت والوسائق للتواصل الاجتماعي كل هذه المعلومات عن كل شيء وعن أي شيء من السهل أن يتم التعرف مثلا على تفضيلات شخص معين من خلال التعرف على التطبيقات اللي بيستخدمها من السهل أن يتم الوصول لصور شخصية أو ملفات خاصة أو معلومات متعلقة بالعمل مثلا وغيرها من المعلومات وهذا الأمر طبعا بيؤكد ارتفاع مستوى خطورة الوسائط الرقمية والديجيتال ميديا وكل المستجدات المرتبطة بها وبيدعونا للوقوف أمام هذه المواضلات والمشكلات ومحاولة يعني تهيئة حلول مناسبة لها هننتقل للحديث عن الخاصية الثالثة من خصائص الخصائص الأخلاقية للوسائل الرقمية وهي ديجيتال ميديا كوميونيكيشن ميديا اللي هي الوسائط الرقمية باعتبارها وسائل للاتصال بتتمتع بالتدفق والانتشار والذاتية أو الهوية يمكن أدى ظهور الوسائط الرقمية جنبا إلى جنب مع الانترنت والتطورات التقنية يعني باعتبارها طرق لنقل المعلومات الرقمية بسرعة أدى إلى ظهور طرق جديدة لتواصل الأفراد داخل المجتمع الواحد أو المجتمعات المختلفة من خلال هذه الوسائط الرقمية وبصورة غير يعني مسبوقة على كل المستويات يعني على سبيل المثال بتوفر عندنا مثلا الإيميل أو السوشيال ميديا والمواقع اللي بنسميها مواقع توزيع الصور والفيديو وإلى جانب المدونات الشخصية كل هذه الأشكال بتوفر طرق يعني للأشخاص إنها تعزز قائمة العلاقات داخل حياتها يعني تتطور علاقتها مع أشخاص في مجتمعات جغرافية وثقافات مختلفة وبيستخدموا حتى لغات مختلفة يعني هذا الأمر خاصة في العالم المتقدم وأيضا يعني بصورة ملحوظة في البلدان النمية وفي مجتمعاتنا العربية بمعنى إن الوسائل دي كانت سبب للكثير في توزيع دائرة العلاقات والمعارف يعني نظراً لأن الإنترنت بيربط أكثر من نصف سكان العالم طبعاً ده طبقاً للإنترنت والستيتس اللي هما الإحصائيات الخاصة بالإنترنت العالمية يعني ده بيجعل من الممكن أو من السهل يعني إن يتم إجراء لقاءات عبر الثقافات المختلفة من خلال الشبكة على نطق واسع وبسرعة و يعني بطريقة يعني لم تكن متصورة من حتى قبل يعني سنوات قليلة يعني يمكن لو حد مننا كان عايش في عام الف مثلاً تسعمائة وتسعين مثلاً يعني على سبيل المثال لا يمكن أنه يتخيل أن يحدث اتصال مرئي من خلال الفيديو بين شخصين ويعني الف سمائة وتسعين ده مش زمن بعيد يعني ده مثلاً حاجة و تلاتين سنة تلاتة و تلاتين سنة هل كان حد يتصور أن يكون فيه اتصال بالفيديو بين شخصين في مناطق جغرافية اتصال بين شخصين في مناطق جغرافية مختلفة من خلال الفيديو أن كل منهم يكون قادر على أنه يعني يرى الآخر ويتواصل معه وكأنه متواجد معاه في نفس المكان يعني هذا أمر كان غير متصور تماماً يعني من عقود قليلة ومن سنوات قليلة يعني التطورات مذهلة حدثت فيه عدد قليل جداً من السنوات يعني كان الناتج عنها أن أصبح من السهل يتم التفاعل بين الأشخاص أن كل واحد يتواصل مع معارفه وأصدقائه وتتسع دائرة العلاقات وأصبح البعض بيسمح لنفسه بأنه يعني يوسع قاعدة المعارف والأشخاص اللي بيتواصل معاهم من بلدان مختلفة وثقافات مختلفة ويتطلع على يعني الأفكار الموجودة على مستوى العالم في يعني بلدان عديدة ما كانش تتاح ليه الفرصة فيما قبل أنه يتواصل معها أو أنه يصل إلى يعني شخص يعيش في هذا المكان أو في هذا البلد من قبل يعني هل كان يتخيل أحد أنه تتطور التقنيات بحيس أنه يصبح من السهل لمعرفة الخبر فور وقوعه مثلا في القطب الشمالي أو أنه في العالم العربي على بعد ألاف الأميال من هذا الموقع تصلنا أخبار متعلقة بهذا المكان فيه فور حدوثها في نفس اللحظة يعني وقرب مثلا على هذا الأمر من ناحياه ناح يعني من ناحياه في الوقت الحالي من خلال جمعتنا جمعة الجميع هذا الشكل من التعليم المعتمد على شبكة الإنترنت بصورة كاملة يعني أمر لم يكن متصور من قريب أو من بعيد قبل يعني أعوام قليلة جدا حتى أن يمكن كانت جائحة كورونا لها الفضل في تفعيل هذا الشكل وظهوره مؤخرا وأن هي تمكننا من الاستفادة من هذه التقنيات الرائعة في مجال التعليم يعني بهذا الشكل في عندنا ميزتين إضافيتين للوسائط الرقمية والميزتين في غاية الأهمية والمحورية وأول ميزة عندنا بتقول لنا أن يعني أن الوسائط الرقمية بتتمتع يعني بما يسمى بالانسيابية أو التضفق بالأخص طبعا السوشيال ميديا واللي بتتضفق من خلالها المعلومات بصورة يعني كبيرة جدا وتكاد تكون مرعبة تصل إلى حد عدم القدرة على التمييز بين الجيد من المعلومات والمشكوك في صحته وده أمر طبعا في غاية الخطورة وبيعكس لنا نقطة مهمة جدا وهي كيف يمكن أن تتحول أهم مزايا ومكتسبات التقنيات الرقمية إلى عيوب نتيجة لسوء الاستخدام وضعف الرقام أما الميزة الثانية فهي متعلقة باليوبكتي أو يعني ما يسمى بالتواجد في أي مكان أو الانتشار يعني وهي ميزة يعني بتتمحور في انتشار الانترنت والاتصال المعتمد على الشبكة الانترنت عن طريق السمارت فونز أو الأجهزة الرقمية اللي انتشرت بصورة جعلت من المستخدم يعني متواجد ومتاح ويتعامل بشكل لحظي مع التقنيات ومع الديجيتال ميديا يعني على سبيل المثال في عندنا معرفش يعني لو حضراتكم متابعين هتلاقوا فيما يسمى بالأجهزة اللي هي بتسمى أجهزة استشعار بيلبسها مثلا أحد العدائين اللي هو الشخص اللي يعني بيجري بتكون هدفها انها تسجل بيانات معينة ومتغيرات بتحدث في جسمه زي مثلا عدد الخطوات ضربات القلب ضغط الدم غيرها من التفاصيل اللي هي متعلقة بالحدث اللي هو أو يعني الخطوات اللي هو بيقوم بيها طبعا اللي دفتنا إلى تسجيل الموقع والتوقيت وما إلى ذلك وده مجرد يعني نموذج بسيط بيوضح لنا إزاي يعني ازدادت حقيقة انتشار الوسائط الرقمية في حياتنا ويعني تغلغلها في أدق بتفاصيل الحياة بصورة كبيرة جدا يعني وكل دي في النهاية حقائق بتؤكد لنا إننا يعني بقينا ما نسمى يعني ان احنا محاطين بشكل متزايد بالأجهزة الرقمية التفاعلية ويعني هذا يعني أولا وقبل يعني قبل كل شيء إننا على الدوام في حالة من الاتصال أو يعني كما يقول البعض يعني طبعا يعني طبعا إن لم نتخذ خطوات لعدم الاتصال بالانترنت أو بمعنى آخر يعني نتخذ القرار بفصل أنفسنا عن الانترنت فإحنا آآ متصلين دائما آآ متاحين بشكل دائم في آآ مواقف مختلفة وفي آآ يعني توقيتات مختلفة وفي كل وقت آآ طبعا هذا له جوانب آآ إيجابية وليه طبعا في المقابل سلبيات عديدة آآ ممكن تؤثر على آآ يعني آآ السلام النفسي أو على آآ يعني قدرتنا على التكيف مع الحياة أو آآ العيش فيه هدوء زي ما إحنا ممكن نقول يعني يعني يمكن نتيجة لهذا التضخم فيه استخدام آآ التقنيات وتطبيقاتها أصبح آآ أو أصبحنا جميعا في آآ حالة أطلق أطلق عليها الباحثون اللي هي أو اللي هي بتعني أننا متواجدين في كل مكان وفي حالة من الترقب الدائم للمعلومات والأخبار بالإضافة إلى أننا أصبحنا يعني إلى حد ما متساهلين مع فكرة متابعة الآخرين لكل تفاصيل حياتنا أو كل التفاصيل المنشورة عن حياتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميدا أو أننا أصلا اللي بنتحها لهذا النشر يعني البعض بيستخدم هذه الوسائل لنشر كل تفاصيل حياته وأدق التفاصيل أو كل ما يحدث في حياته من مستجدات بيتم أو بيقوم بنشرها فإن نوع نوع من التساهل من التساهل مع فكرة متابعة الآخرين لتفاصيل حياتنا ويمكن على الجانب الآخر التواجد المستمر يعني يعني يعتبر نوع من المتعة للبعض البعض بيتعامل معاه باعتباره متعة بالرغم طبعا من خطورته ومن تعدد المشكلات اللي ممكن يعرضنا لها يعني في الوقت نفسه ورغم كل الاعتراضات فإن الهواتف الذكية أو السمارتفون ووجودها بين إيدينا يعني وإنها أصبحت موجودة بصورة كبيرة ومتواجدة طول الوقت في حياتنا ويعني حتى في يعني أماكن من الممكن يعني لم يكن من القبل من قبل المتاح إن إحنا نستخدم فيها وسائل من هذه النوعية أصبحت موجودة وبتوفر لنا تجارب جديدة وغير مسبوقة وطبعا هذا بعيد عن النظر لسلبيات أو سلبية هذه الاستخدامات أو هذه الممارسات جمالا اتكلمنا في محاضرتنا اليوم عن العديد من النقاط بداية استعرضنا بشكل مختصر خطورة وأهمية القضايا والمشكلات الأخلاقية للديجيتال ميديا وتكلمنا عن الحياة الأخلاقية في العصر الرقمي وما بعد الرقمي واللي أطلقنا عليه بوست ديجيتال ومن هذا الموضوع انطلقنا إلى ثلاث عنوين فرعية اتكلمنا اتكلمنا عن كل واحد منهم بشكل من التفصيل كان عندنا العنوان الأول ديجيتال ميديا وانالوج ميديا اللي هي الوسائط الرقمية والوسائط التناظرية وفي إطارها تكلمنا عن أوجه الشبه والاختلاف كمان اتكلمنا عن الديجيتال ميديا والجريس او الوسائط الرقمية وكثافة المعلومات كمان النقطة الثالثة كانت عن الديجيتال ميديا او الوسائط الرقمية باعتبرها وسيلة للاتصال او وسائل للاتصال وما يتعلق بهذا الأمر من مفاهيم زي التدفق والانتشار والذاتية في نهاية محضرتنا اشكر حضرتكم على حسن الاستماع وأتمنى ان يكون العرض وافي وبسيط وسهل عليكم وإلى لقاء قادم في محضرات قادمة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته